استقبل سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية سعدة السيد براين هوك مبعوض فخامة الرئيس الأمريكي للملف الإيراني مستشار وزير الخارجية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ضمن جولة له في دول المنطقة وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية وشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء بحث الجهود المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تشكل تهديدا مباشرا للمصالح العالمية في المنطقة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والجهود التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران ومعالجة تداعيات وأثار البرنامج النووي الإيراني حضرا لقاء سعدت الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون الدولية وسعدت السيد جاستين سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر